منصة جروك هي منصة بتستخدم نظام حوسبة متقدم جداً لتسريع عمليات الاستدلال في تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي احنا ان شاء الله النهاردة هنجربها من خلالها وشركة جروك أصلاً تأسست عام 2016 على إيد مجموعة من المهندسين اللي كانوا بيشتغلوا قبل كده في شركة جوجل وكان على رأسهم واحد اسمه جونيسان روس وساهم هذا الشخص قبل كده في تصميم وحدة معالجة اسمها TPU في جوجل شركة جروك عرفت بتطويرها لوحدة معالجة اسمها LPU ودي دايرة متكاملة كده مخصصة لتسريع أداء نماذج الذكاء الاصطناعي خصوصاً النماذج اللغوية الكبيرة زي لما غيرها من هذه اللغات LPU البنية بتاعتها مبسطة جداً بتركز على حاجتين الكفاءة والسرعة بتخلي فيه قدرة على معالجة مهام الاستدلال بسرعة فائقة ودلوقتي حنشوف إن المنصة دي فعلاً بتتعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي بسرعة عالية جداً وكفاءة كمان عالية في استهلاك الطاقة شركة جروك بتقدم خدمتها عبر منصة اسمها جروك كلاود ودي بتتيح للمطورين إن هما يوصلوا لقدرات حوسبة عالية جداً لأداء بعض المهام الخاصة بالاستبلال بسرعة وكفاءة من خلال التقنيات بتاعتها اللي بتوفرها وأيضاً نقدر نقول إن المطورين متح لهم خيار إن هما يحصلوا على ABI بشكل مجاني ولكن هما بيدفعوا فقط من خلال استخدام الABI ده في الاستهلاك يعني مقابل الرموز اللي بيتم استهلاكها باستخدام الABI لكن مفيش تكاليف مسبقة لهذا الABI إحنا النهاردة مش هنتكلم عن الABI إحنا النهاردة حنشوف النماذج الموجودة داخل جروك وحنشوف السرعة اللي بتتعامل بها هذه النماذج مع الطاص المقدمة إليها وهذا الموقع كمان تقدر أني أنت تستخدم من خلاله ديب سيك أر وان ده اللي النهاردة حنتكلم عنه وهو موقع جروك دوت كوم يلا بينا نشوف هذا الموقع وإيه آخر التطورات المرتبطة بيه متابعي قناة انفو تيكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سيمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على القناة أول حاجة أنت هتريد تخش على الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو هيدخلك على جروك إسفاس إي آي انترفيس بشكل سريع تقدر تسأله أي سؤال وده المغزى منه هنا أنت هتبص تلاقي أنت عندك مواضلز كتيرة جدا وقبل ما نشوف المواضلز كتيرة جدا ده أنا هقوله يوز فول شات طبعا أنت بتعمل ساين أب بجوجل أكاونت أو بجيت هاب أي من حساباتك وهنا أنت تقدر تختار النموذج اللي أنت عايزه في السؤال من المتوفر ومن المتاح ومن هذه النمازج المتاحة عندك كوين 2.5 وعندك أيضا ديب سيك أروان بالديستل كوين ولاما 70B وأنا بحب أستخدم هذا النموذج لوه ديب سيك أروان ديستل لاما 70B وأيضا ممكن تستخدم لاما عندك أيضا من النمازج المفضلة لاما وعندك لاما 3.3 70B أيضا من النمازج الكويسة جدا ممكن أنك أنت تستخدمها وفيه نمازج أخرى للمازج القديمة وعندك كمان مسترل موجود لأنك أنت تستخدمه 24B هنا هنجرر مع بعض نموذج ديب سيك أروان ديستل لاما 70B أو لاما 70B وهنا هبتدي أن أنا أسأله السؤال واشوف حيجاوب عليه إزاي ومش بس إزاي إزاي وبسرعة هنا هبتدي السؤال من الأسئلة عشان يتعرف فيها على إن أنماط ما هو الرقم التالي في السلسلة وهدوس كده انتر أنا عايزاك تشوف السرعة يعني أنا الهدف أن أنت تشوف السرعة السرعة عالية جدا والجواب النهائي 32B وهنا لو إحنا بصينا حنلاقي لو بصيت هنا حلاقي الـ Speed Insights الـ Input Token 29 اللي هو ما هو الرقم التالي في السلسلة الـ Output Token 286 التوكن كلها 315 الوقت اللي طلع به النتيجة كان 1.04 second يعني ثانية واحدة التوكن bare seconds اللي بيقدر أنه يتعامل معيها 302 في السنية 315 اتعامل معيهم في سنية 0.04 زي ما إحنا شايفين طبعا ده تعامله باستخدام DeepSeq R1 تعال نشوف نفس السؤال وباستخدام حاجة تانية أنا هروح أعمل Clear Chat وهنا هبتدي أختار لما 3.370B مثلا وهنا هتدي له نفس السؤال وهتدي أن أنا أدوز Enter لو السؤال بتاعه التعرف على الأنماط يديني الرقم التالي في السلسلة 24816 الرقم التالي في السلسلة 32 بص هنا السرعة أولا هنا الوقت اللي خده في التعامل هو 0.04 هنا بيقول لي in around trip time يعني حوالي 0.84 بياخده ولكن هنا هو جاوب علي في وقت قصير جدا زي ما انتوا شايفين تعال نشوف تعامله مع نموذج Mistral وحدوز Enter إجابة كانت سريعة جدا أيضا والإجابة 32 ولو أنا بصيت على السرعة حلقيه خد 0.28 second تعال نجرب سؤال آخر هروح أعمل هنا Clear Chat وممكن تعمل Expand للwith وتعمل هنا Clear Chat يعني الاتنين دول 2 options دول متاحين حسأله كمان سؤال باللغة العربية الكتاب بالنسبة للقارئ مثل الفرشاة بالنسبة لي وهنا هنشوفه هيفكر إزاي أنا عايزة أستخدم deep seek 70B لما هدوس Enter هو reasoning model فممكن يكون بياخد وقت شوية ولكن أعطاني أيضا الإجابة وبيقول لي هو أعطاه لي هنا يعني باللغة الإنجليزية ولكن إيه الوقت اللي هو خده تعال نشوف كده الوقت اللي خده 2.11 seconds تعال نشوف لما أو لما نفس السؤال هدوس Enter الفرشاة بالنسبة للرسام على طول أعطاني الإجابة على طول أنا شايفها هنا كمان لما 3.370B على طول بيديك الإجابة القاطعة وزي ما احنا شايفين لو بصينا على السرعة 0.08 حاجة فيه منتهى الجمال نبتجي نشوف مع مسترل نفس السؤال الكتاب بالنسبة للقارئ مثل الفرشاة بالنسبة للرسام زي ما احنا شايفين وهنا مسترل خد 0.74 أسرع واحد في التعامل مع السؤال كان لما طبعا يعني DeepSeek Resonings Model فلازم تكون المقارنة عادلة ما بين Tourism Model ولكن زي ما احنا شايفين احنا بنشوف الدقة وبنشوف السرعة وده اللي انا كنت عايزة أورهولك من خلال هذا الانترفيس تعال نسأل سؤال تاني هروح الأول لDeepSeek أروان Resonings Model هياخد وقته وهيديني الكود بسرعة جدا أعطاني الكود أهو أعطاني الكود تعال كده ناخد بقى الكود Copy وحروح لي الـ HTML Viewer وننفيذ الكود نشوف معلامة سرعة عالية ده مش reasoning model هنا ممكن أننا أطلب منه put all quotes in single file حطوا على tool في single file زي ما احنا شايفين هاخدوا copy هروح على HTML Viewer بصوا النتيجة هنبتدي نسأل سؤال تاني أنا هنا هركز أكتر على الـ DeepSeek وان وحنشوف النتيجة بصوا السرعة ده reasoning model بياخد وقته أكتر وعطاني الكود على طول هاخد الكود هاخد الكود وأبتدي أن أنا أنفزه وده السؤال بتاع 3D Circle اللي بتلف فيه الفضاء زي ما احنا شايفين ممكن نجرب مع mistral هاولو بس ايه and put all codes in one single file وحدوز enter على طول هعطاني الكود يعني بصوا السرعة 3.05 3.05 عشان يديني كود HTML CSS javascript هاخده copy هاخده copy هروح أحطه قال أداء بتاعه مش حلوة أوي يعني النتيجة مش حلوة أوي زي DeepSeek ولكن أنا بتكلم هنا السرعة بتاعته حلوة أوي هنا هاختار تاني DeepSeek R1 QN المراضي QN وبص السرعة بص السرعة العالية وأحلى حاجة فيه هو بيحطهولي في ملف واحد وده كده يعتبر portfolio ويبسايد زي ما إحنا شايفين ونفذ الحاجات اللي طلبتها منه وجهت انتاتش لي الفور ممتاز جدا ده بالنسبة لي الواجهة الخاصة بجروك والسرعة العالية اللي بيتميز بيها في الرد على أي تاسك أنت عايزه زي ما إحنا شايفين بتقدر هنا تقارن وتشوف أنه أسرع وزي ما قلت رعاية تستخدم دي بسيك R1 وما تقدرش أنت تتنزله عنتك على الجهاز حتى ديستل أو أنك أنت تستخدمه على الموقع الرسمي فممكن الفاست AI انترفيس دي تقدر تساعدك أنت تستخدمه في الحصول على الإجابات السريعة بالشكل اللي احنا شايفينه أتبعنا تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة على قناة بحاول أقدم لكم كل جديد مفيد على القناة فيا ريت ما تنسوش يدعمونا باللايك وشير وكومنت ولكنتوا بيتشوفون لأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته